من عجائب عالم النمل لما نملة بتموت بتفرز عند موتها مادة لها رائحة خاصة والرائحة دي بيشمها بقية أفراد النمل فعلى طول بيروحوا للنملة الميتة دي ويشيلوها ويدفنوها قبل ما أي حشرة تانية غريبة تيجي وتاكلها واسم المادة دي حمد الأوليك ولما علماء الحشرات وضعوا نقطة من المادة دي على جسم نملة حية فبقية أفراد النمل دفنوها حية على الرغم إنها بتتحرك وبتقومهم وزي ما الإنسان بيدفن موتها في المقابر البعيد عن المدن النمل برضو بيدفن موتها في مقابر بعيد عن مكان المستعمرة وفي اليوم الواحد بتموت نملات كتير بالعشرات أو بالمئات ومن كتر ما النمل الحي بيحتك جسمه بالنمل الميت فرائحة الموت بتتنقل من النمل الميت للنمل الحي علشان كده النمل الحي بعد ما بيدفن موتها في المجبرة لازم ينظف جسمه من رائحة الموت فتفضل النمل الحي تنظف جسمها بلسانها من رائحة الموت وإلا بقيت أفراد النمل يشموا ريحتها ويدفنوها وهي حية